تلقت رئاسة المجلس مذكرة نيابية موقع من 62 نائبا يطالبون بحجب الثقة عن الحكومة نظرا لعدم التزام رئيس الوزراء ببرنامج عمل حكومته الذي حصل بموجبه على ثقة مجلس النواب إضافة إلى لجوء الحكومة إلى سياسة رفع الأسعار وفرض الضرائب خلافا للتعهدات التي تعهد بها نصور أمام البرلمان المواطنون أكدوا للحقيقة الدولية أن بعد مسلسل الغلاء المستمر في الأردن فأن الحكومة ليس لها نصيبا من الثقة هذه المرة وده ولا ما أتوقع مش لازم تصل على الثقة أصلا بعد كل غلاء الأسعار ما أتوقع لا أعتقد ليش لأنه رئيس الوزراء يعني لو أي واحد صارت الآن بيعطي الثقة مش رح يعطيه الثقة نهائيا لأنه عمال مثلا النفط عالمي ارتفع احنا بنرفع معهم بنزل بنزل معهم النفط بنزل عالمي احنا بنرفع عمال ونرفعهم الكهرباء كنقل لك حجة الكهرباء ورفع الغلاء الضريبة الضريبة وما تنقل لك أي دولة في العالم كنقل لستاش في المية خمستاش في المية احنا صارت لدينا ست وستي في المية أمرين في الحكومة إن شاء الله إنه يكون فيه الخير أداء طبعا هم يعني يعني ما بوجوهم بعنف أو كذا لكن غالبا ما بيحققوا المطالب الرئيسية تاعتهم يعني بيرضوهم بعض الأشياء القشور المطالبهم يعني مش المطالب الرئيسية لكنهم الحمد لله يعني احنا يعني مقارنة بالبلاد الثاني الحمد لله فيه لسه يعني فيه حوار وفيه آه يعني ما فيه الحمد لله ما وصلناش لمراحة لا سمح الله العنف أو الكذا وإن شاء الله ما تصير يعني لكن نتمنى أن الحكومة توسع مدركة أكثر من هيك تستوعب مطالب الناس وتفهم أن الناس فعلا بيتعاني الوضع البلد كل ماله يعني بزداد سوء يعني والناس الفقر والحاجة قرار النواب بتأجيل المناقشة على الثقة يؤشر على أن الأمور لم تنضج بعد وأن حكومة سور رغم رفعها الأسعار لا تزال تحافظ على تماسكها ولو إلى حين حازم السردي الحقيقة الدولية